نحن قلنا تعلموا من سيرة المهاجرين والأنصار وخصوصا الأنصار تحدثنا بما تحدث بيئا إمتنا عليهم الصلاة والسلام أنهم في بداياتهم كانت بداياتهم صحيحة لماذا؟ لأن الدنيا لم تقبل عليهم عايشين على التمره للصفة محيشة بسيطة فالمطامع تكون شنو مكبوتة المطامع تكون محجمة لأنه ماكو دنيا ليش يجون للإسلام ماكو دنيا تلك الدنيا غير موجودة بمجرد ما أقبلت الدنيا عليهم بدأت المطامع بالنمو فانقلبوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا رواية والله شديدة اللهجة يعني هذا التعبير شديد اللهجة من الأئمة عليهم والسلام في وصف حالهم وكيف انقلبوا على رسول الله مضمونها هكذا أنهم عليهم السلام يقولون بعدما أنعم النبي صلى الله عليه وآله عليهم وأقبلت الدنيا عليهم جعلوا حدهم وحديدهم عليه جدا عبارة صعبة والله تخيل هؤلاء الذين رباهم رسول الله أنعم عليهم رسول الله أخرجهم من الظلمات إلى النور هؤلاء الذين من نبي عصر نفسه من أجلهم آخرتها يجعلون حدهم وحديدهم عليه حتى تآمروا على قتله